وللحديث عن التطورات في غزة والقصف السهيوني عقب انتهاء الهنة المؤقتة ينضم إلينا من أسطنبول عبر خدمة زوم الخبير والباحث والعسكرية السورية العقيد حاتم الراوي حياكم الله عقيد حاتم السلام لك ولأساد المشاهدين أهلا بك كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من أسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ معين نعيم حياكم الله أستاذ معين أهلا بكما ضيفي كساة العقيد ومشاهدين الكرام أهلا بكما ضيفي الكريمين لعلي أبتدأ معك عقيد حاتم ما هي القيمة العسكرية المضافة التي يسعى الكيان الصهيوني لتحقيقها باستئنافه قصف المنازل والأحياء المدنية برأيك سلامي لك أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين ولضيفك الكريم الحقيقة المشكلة تعقدت تماما وهي أساسا محقدة يعني مجرد أن تتمكن الثوار في غزة من أسر عناصر وإخبائهم لديهم بدأت المشكلة تتحقد أكثر لذلك الآن إسرائيل مرة تفكر بجلب مضخات مياه عملاقة لضخها في الأنفاق وإجبار المقاتلين على الخروج أو من يبقى يموت في الأنفاق ثم تمت نصيحتهم بأنه سيموت الأسرة معهم لذلك يعني ألغوا الفكرة الآن هم يحاولون تقطيع المدينة يعني الأجزاء التي وصلوا إليها هم يحاولون تقطيعها ومع ذلك لا أجد يعني أن هناك جدوى واضحة تماما إلا بالاتفاقات يعني لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بالتوافق وبضمانات تضمن حق الأسرة وتضمن حق المقاتلين لأن أيضا المقاتلين يعني إذا سلموا الأسرة سيقتلون لا أمان لا للإسرائيل ولا أمان لفظامن لذلك من هنا تأتي يعني يأتي دور المفاوضات ولا بد من تدخل جاد أمريكي شعودي قطري عفوا عقيد حاتم ولكن يعني لاحظنا خلال أيام الحرب منذ بدء عملية طوفان الأقصى أن القصف الإسرائيلي يعني حتى لم يهتم لوجود محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ذك هذا القصف كل مناطق في غزة بغض النظر عن وجود أسرة أم غير موجودين فما الذي سيفرق معهم الآن صحيح ويعني قلناها على قناتكم الكريمة بأن إسرائيل تحارب أو عسكريا تعمل بالعقيدة القتالية الغربية التي تحرص حرص تام على عنصرها العنصر البشري ولا يمكن لإسرائيل الدخول إلى غزة إلا إما أن يعني تغضب الشارع الإسرائيلي الذي لم يتعود على حالات القتل هذه وتتخلى عن عقيدتها القتالية أو توقف القتال وتخفض شروطها للحل مع الثوار أخيرا اختارت إسرائيل التخلي عن العقيدة القتالية الغربية وبالتالي لا استبعد أبدا أن يقوموا بقتل الأسرة مع الثوار يعني هذا أحد الاحتمالات التي لا تزال قائمة أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ معين نعيم حياكم الله أستاذ معين يعني هناك رغبة واضحة من المقاومة الفلسطينية بتمديد الهدنة كما ذكرت مصادر المقاومة لكن الاحتلال رفض ذلك مرارا وتكرارا رغم أن هذا العرض تضمن تبادل الأسرة وكبار السن وتسليم جفث القتلى من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة جراء بالطبيعة الحال جراء القصف الاحتلال ماذا أو بماذا يمكن تفسير هذا التعنت الصهيوني دكتور معين يعني بداية الاحتلال يبدو أنه أراد أن يستمر في تنفيذ جرائم في اخطاء غزة التي يبدو أنه استغل الهدنة للاستعداد لاستكمال سيناريو الجرائم والمذابح التي بدأها في غزة في اليوم على الأقل ما ورد ووصل إلى السشوات والصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء تجاوز المئة وسبعين جلهم من الأطفال والنساء كالعادة الاحتلال يعني خلال السبعة أيام لم يكن يستعد إلا لعمل هذه المذابح بينما وهذه برز اليوم من أكثر من المتحدث من قيادة حماس عندما قالوا عرضنا عن الاحتلال تسليم رهائن مقابل الإفراج عن أسرى بطريقة جديدة لأنه لم يبدو أنه لم يتبقى لدى حماس إلا الأسرى العسكريين وهم شروطهم تختلف عن المدينة التي توقع الاحتلال يريد أن يعاقب غزة على سبعة أكتوبر ولا يريد لغزة أن تخرج ضغم كل الألام لأنهم توقعوا في البداية أن ينجح في ترحيل أو تهجير أهل القطاع غزة إلى مصر ثم توقعوا أن يحدث انتفاضة داخلية ضد حماس بعد الجرائم المروعة التي نفذوها وتوقعوا أن يحمل الناس المقاومة المسؤولية عن هذه الجرائم لكنهم أيضا رفضوا وأظهروا العالم أجمع كفلسطنين في قطاع غزة أنهم يحملون المحتل ويقفون مع المقاومة هذا ما رأيناه فترة تبادل الرهائن أو إن صح التعبير أو المحتجزين لدى المقاومة ومقابل الأسرة في سجون الاحتلال لذلك أنا أعتقد أن الاحتلال اليوم يريد أن يستمر في المدابح حتى ينهق ويرهق قطاع غزة وثكان قطاع غزة ويصلهم لنقطة الشعور بالذنب أو إن صح التعبير الشعور بمسؤولية المقاومة عن الجرائم وليس المجرم الحقيقي الاحتلال وهو ما نراه اليوم بشكل واضح من محاولة تدمير ما يستطيع تدميره واليوم تتفاخر وتتباهى بلد أهل الأمريكية عبر بعض المنصات العالمية أنها أرسلت إلى الاحتلال مئة قنبلة حديثة بزنة مئتي رفل لكل واحد منهما وهي من أفقل القنابل التي استخدم الاختراق بروع والأماكن المحصنة لذلك أنا أعتقد أن الاحتلال يرتكب جرائمه بنية وترتيب وقصد لارتكاب أكبر قدر من الجرائم وإلا لم رأينا هذا الحجر طيب دكتور معين إلى أي حد تؤثر لربما الأزمة الداخلية التي يعيشها حكومة بن يمين نتنياهو في التأثير على تمديد هذه الهدنة وإيقاف هذا العدوان من عدمه يعني البعض يقول أن القول الفصل ليس للمفاوضات وما تقدمه المقاومة أو ما تعرضه واشنطن وغيرها وإنما القول الفصل هو ما تعانيه حكومة نتنياهو داخلياً فهي مضطرة للذهاب إلى الحرب هل تجد ذلك صحيحاً؟ لا أعتقد أن ذلك هو السبب الوحيد أنا أعتقد لا هناك طبعاً هذا له دور نتنياهو يريد أن يهرب من الواقع ويهرب من المحاكمة والسجن الذي كان ينتظره حتى قبل 7 أكتوبر عبر الاتمرار في المواجهات والحرب لأن انتهاء الحرب والوصول إلى هدنة دائمة أو تهدئة كاملة ووقف إطلاق النار كامل سيفتح الباب على نتنياهو باب المحاكمات ليس فقط في القضايا الأخلاقية والمالية السابقة بل سيضاف لها أيضاً الفشل الزريع الذي يعيشه أو تسبب به هو وحكومته في مواجهة 7 أكتوبر لكن أيضاً هناك أسباب أخرى يجب أن نضحها بعثبان الموقف الشعب العالمي أثر على الولايات والتحال الأمريكية وبدأت أصوات واضحة في داخل الخارجية الأمريكية وحتى في الولايات والتحال الأمريكية عموماً تقول أن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم ومجازر بدأ ينعكس سلباً على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسها نعم ولكن في ذات الوقت الموقف الرسمي الأمريكي يعني جدد دعمه للاحتلال في استئناف عدوانه لن نسمع من الأمريكان اليوم أنهم ضد الولايات والتحال الأمريكية صهيون فهم كما قال بايدن إلا لم تكن إسرائيل موجودة لأنشأوها فهي الولايات الصهيوني دولة الاحتلال هي مشروع أمريكي عالمي وليس مشروع محلي ولا مشروع يهودي لذلك هم لم يتخلوا عن مشروع هم الأهم في المنطقة لكنهم في نفس الوقت بدأوا يتحسسوا النتائج السلبية التي بدأت تنعكس على الصعيد الشعدي الأصوات العالمة في الشوارع خاصة في الولايات والتحال الأمريكية وبريطانيا ردات الفعل الشعبية في المنطقة العربية حتى وأعتقد المواقف العالمية من الولايات والتحال الأمريكية التي قد تؤدي إلى تهديد المطالح الأمريكية في المنطقة وفي العالم كل هذه أوراق ونقاط قوة لطالح المقاومة ضد التمر والحرب وهذا ما سمعناه ما يمكن أن يفسر التسريب الذي جاء على حق حول لقاء بلينكين مع وزير الدفاع ووزور الحرب صهيوني قلانت عندما قال أنه يحتاج إلى أشهر لينهي العملية العسكرية في قطاع غزة كان الرد كما قالت الجهات التي صربت الخبر أن بلينكين قال أنه ليس لديك أشهر لذلك واضح جدا أنه لا تريد للمعركة ألا تقول الوضع السياسي الداخلي في دولة الكيان أو في الكيان الغاصب أيضا لا يسمح بإطالة الحرب لكن يبدو أن وذلك أنا أعتقد أن الاحتلال الصهيوني اليوم يريد أن يسرع في ضرط قطاع غزة حتى لو كان هناك طاولة مفارضات أن تكون هذه الطاولة منصوبة إن صاح التعبير على خط النار تحت الضغط يفاوض الفلسطيني يفاوض موثلون مقاومة بحالة من الضغط الشديد تحت ضغط المجازر والمذابع التي يرتكبها الاحتلال كل لحظة طب أهلنا وشعرنا في الطاقة نعم عقيد الراوي يعني لاحظنا أنه بعد انتهاء فترة الهدنة المؤقتة كما أن الكيان المحتل بدأ بقصف ودك المناطق في قطاع غزة بالقنابل وبهذا القصف المتنوع الكتاب القسام بدورها أيضا أعادت واستأنفت قصف تل أبيب عسقلان مناطق وسط الكيان ما هي المؤشرات العسكرية هنا التي تفهم من خلال هذا القصف من قبل كتاب القسام نعم ليس فقط القصف اليوم ضربوا آلية تحمل جنود وجرحوا وقتلوا من فيها يعني هذا يدل على أن المقاومة بشكل عام سواء كانت القسام أو حماس لا تزال تمتلك إمكانية الاستمرارية أكثر الآن نحن في مرحلة عض أصابع أقول لك يعني حاجة أستاذي الكريم نتنياهو لم يعد أمامه أي خيار إلا الاستمرار كما تفضل ضيفك أو يعني اقترب من هذا المنحة لم يعد أمامه إلا اختيار للحل العسكري حيث أنه هو أصلا مهزوز كان في الشارع الإسرائيلي وضحى بأعداد أرواح عناصر سواء كانوا مدنيا أو عسكريين لم تعتد إسرائيل أو المجتمع الإسرائيلي على خسارة مثل هذه الأعداد وأنا يعني على تجربة عمر كامل ونحن من خلال وجودي في سلاح الطيران السوري على احتكاك مع إسرائيل يا ما خذنا معها حروب طاحنة أو معارك أو شميها طاحنة ليسحبوا جثة عسكري فما بالك بالتفريط بهذا العدد من القتلى لديها بالقتلى وأيضا من الأسرة يعني اعتدنا جلعات شاليت أطلق مقابله على ما أعتقد ألف وخمسمائة أسير فلسطيني ففوق المتين محتجز إسرائيلي تم خلال طوفان الأقصى تم اقتيادهم هذا وارد يعني هذه حرب وحرب شرسة وحرب وصلت إلى حتى دمير غزة يعني كلنا يعني ليس منذ فترة بعيدة وإسرائيل نعرف أنها أتادت أن ترسل إنذار إلى بناء معين أو تجمع سكني بأنه بعد خمس دقائق سوف نضرب البناء أو بعد عشر دقائق من يريد أن يخرج فليخرج يعني كي لا تستهدف إلا المطلوبين يعني كانت تستخدم العمليات الجراحية الحربية يعني اللجوء إلى الحرب النظيفة جدا بينما منذ 7 أكتوبر إلى اليوم انتقلت إسرائيل إلى حالة الحرب القذرة والحرب القذرة ستفرز إفرازات كبيرة جدا على الطرفين هذا لا بد منه أما أنا أعود وأكرر بأن وضع نتنياهو محرج جدا أمام الشارع الإسرائيلي الذي لم يعتد على هذه الأعداد من القتلة والثوار لا يزالون يرسلون الرسائل سواء على شكل صواريخ أو على شكل استهداف دوريات إسرائيلية بأنهم متمكنون وجاهزون للإستمرار من هذا المنطلة قلت أنا أنه لم يبقى أمام الحل إلا يعني إسكارت نتنياهو أو الضغط عليه وإجباره على الذهاب بالتجاه هدنة طويلة والحلول عن طريق التطاول دكتور معين إلى أي حد يمكن التعويل على هذه الخلافات الداخلية التي تشهدها حكومة الاحتلال في إيقاف الحرب ويعني الكف عن الجرائم المرتكبة يعني في الحقيقة كنا نتحدث عن أداء المجتمع الدولي نسمعت لأنه بداية السؤال كانت غير واضح حقيقة في الضغط على الاحتلال إن كان هذا السؤال نعم فأعتقد أن مع الأسف المجتمع الدولي نتكلم أننا نتكلم عن الأنظمة لا يتغير موقفها إلا إذا شعر بمصالح تضطرر أو شعر بضغط شعبي داخلي كبير جدا قد يؤثر على وضع السياسي وهذا ما رأينا واضحا في لنبن يعني من كان يقول أنه يمكن لحراج شعبي في بريطانيا أن يغيث وزير داخلية رغم الدعاءة لأن السبب كانت خلاف بين الرئيس وزراء والوزيرة لكن واضح جدا أن التحدي عندما تحدث الوزيرة الشارع الحكومة اضطرت لتنازل لصالح الشارع إستبدال الوزيرة الأداء الشعبي وأداء المؤسسات المجتمع المدني في الغرب ما زال قويا لكنه ليس المستوى الذي يشكل ويهدد مصالح المجتمع الغربي لكن إذا ما تحركت إذا ما تحركت القوى العربية وحتى الإستامية لتهديد مصالح وأنا وأنا هنا أقول تهديد مصالح الاقتصادية على الأقل للمؤسسات الغربية أو المجتمع الغربي أو الدول الغربية فأنا أعتقد أن عيدها سيكون الرد مختلف وهذا يعني يقودنا إلى دور الدول في هذه الدول العربية نعم دكتور معين يعني حقيقة كنت أيضا أسألك عن طبعا بصفتك أيضا قارئ للشأن الإسرائيلي وعالم بأمور الشأن الإسرائيلي إلى أي مدى يمكن التعويل على انهيار حكومة الاحتلال وعلى هذه الخلافات الداخلية في حكومة الاحتلال يعني نعلم بن غفير نعم بن غفير لديه مشاكل مع بن يمين نتنيهو إلى أي مدى يمكن التعويل على إيقاف الحرب من خلال هذه المعطيات طبيعة الحكومة الحالية طبيعة الحكومة الموسعة نصح التعبير التي شكلت بان أو بعيد سبع أكتوبر أعتقد أنها ليس من السهل إسقاط الحكومة أو انهيار الحكومة بالمفهوم الذي نراه لكن الخطاب السائد الآن حتى في المعارضة الإسرائية وهناك أطراف طالب بتشكيل حكومة بدون نتنيهو مباشرة وحتى محاكمته حتى في ظل الحرب وتقريبا محاكمته في ظل الحرب هذا الأمر قد يشكل ضغط لكن الحقيقة الويات التحدة الأمريكية نفسها لا ترغب بانهيار دولة أو حكومة الاحتلال يتأمن وهذا ما قلت قبل في السؤال الأول أن تؤمن أن المشروع الصهيوني ومشروع الكيان الصهيوني هو مشروعها الإمبريالي في المنطقة فلن تسمح له بالانهيار ولن تسمح له بأن يعيش هزيمة واضحة في المعركة لذلك التعويل على انهيار الحكومة بشكل كامل مما يتسبب في وقف الحرب لا أعتقد أنه وارد حقيقة لطبيعة المجتمع الصهيوني ولطبيعة النظام السياسي أو نظام الحكم في دولة الاحتلال لكن مرة أخرى أعتقد أن بمرار الضغط السياسي الداخلي أيضا كما نرى في الفترة الأخيرة هناك تحركات شديدة جدا شعبية ضد نتنياهو وتحميل المسؤولية وتحميل المسؤولية عن كل ما جرى والأداء للأمانة والحقيقة لأداء المقاومة في إيصال الرسائل للمجتمع الصهيوني عبر الإفراج عن المدنيين والتعامل الإنساني الراقي جدا يصار رسائل واضحة أن نتنياهو يقتل الأسرة والمحتجزين حتى المدنيين وما حدث مع العائلة التي خرج الزوج فيها أو الأب فيها يقول أن نتنياهو هو المسؤول عن قتل زوجه وأطفاله من خلال قطف العشوائي لقطاع غزة كثير من رسائل التي وصلت كلها تحرك واضحة بشكل سلبي على نتنياهو والحكومة الحائلية لكن الانهيار الكامل لا أعتقد أنه وارد بس لكن في نفس الوقت الضغط موجود العوامل المشتركة كلها قد تجبر هذه الحكومة للوصول الاتفاق وأنا حقا أعتقد أن ما يحدث الآن مرة أخرى هو اقتراض من النهاية لكن الاحتلال يريد أن يجعل الثمن ثمن المعركة على الفلسطينيين مرتفع جدا باهظ جدا حتى يكفي الوعي انصح التعبير ليعمل كي وعي للمجتمع الفلسطيني أن من يقف وليس للمجتمع الفلسطيني واحده بل لكل من يفكر أن يهاجب هذا الكيان المحتل أن البدل البديل أو الثمن سيكون باهظا حتى لا يقوم أو لا يتجرى أحد على الاعتداء وهذا ما سموه في 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 لغة اللغة العسكرية لدى دولة اختلال استعادة الردع حقيقة الضاحية حقيقة الضاحية من حيث الجزاء الباعض أو العقوبة الباعضة السمن للطرف الذي يهاجب دولة اختلال حتى يعود ويكرر ما فعله لكن حقا هذا أقل ما يقال عنه النفاشو اليوم نرى الأداء لدى المقاومة التي قصفت في غزة عدة مرات فهو بالمتكررة على غزة نعم اتمرت الكثير من المنشآت في غزة لكن صاحب المشروع المقاوم وصاحب الأرض المحتلة لا يمكن أن يكون أو يوقفه ثمن مادي لأنه الأمر أبعد وأعمق من ثمن مادي لكن مع الأثر الدعم الدولي والدعم الأمريكي بشكل خاص هو الذي يحافظ على قدرة الاحتلال في الوقوف واستمرار في عدوانه وحماية حتى دوليا نعم اسمح لي أن أنتقل بالسؤال هنا العقيد حاتم ما هي سيناريوهات عقيد السيناريوهات المحتملة وسط توجه الاحتلال إلى تهجير الغزيين نحو مصر كما تعلم وما هو المطلوب عسكريا لدعم التوجه السياسي القاضي بإجهاد هذا المشروع بالنسبة للمقاتلين المقاتلين أصلا يعني لا يمكن إيصال دعم لهم أكثر من الدعم المعنوي والدعم تحريك الشارع الذي تحرك لأول مرة أيضا هذه حالة أن الشارع الأوروبي أو الشارع في دول كثيرة من العالم تحرك ضد إسرائيل إسرائيل كانت يعني دائما صاحبة حق بنظر الغرب ويعني تفعل ما تريد ولا لم نسمع قبل هذه المرة اعتراض ولو اعتراض بصير لذلك المقاتلون تمسكوا بأماكنهم ولم تصدر أنهم حتى الآن أدنى رسالة بيعني تشيه بالتراجع أو بالرضوخ لذلك أنا لا أرى أن هناك أي سيناريو قادر على يعني الوصول إلى حل إلا يعني أكررها إلا الضغط على نتنياهو وخاصة من قبل حكومته التي أيضا أصبحت تعاني أمام الشارع بأنها هي غير قادرة وكأنها يعني أصبحت أمام دكتاتور يأمر فيضع هذا غير مقبول بإسرائيل نهائيا لذلك لا بد من الضغط وهذا السيناريو الذي أراه أنا الضغط على نتنياهو للقبول بالجنوح إلى التفاوف لأنه يعلم تماما أنه سيحاكم بكل الحالات وأقول أكثر من ذلك أنه حتى لو أن إسرائيل تمكنت من تدمير غزة كاملة تنهي ومقاتليها واستطاعوا وهذا مستحيل إنقاذ الأسرى الموجودين الآن ستبقى مهجومة هذه الحكومة بنظر شارعها لأنها خسرت أعداد لم تعتد عليها إسرائيل أشكرك جزيلا شكر ضيفي عبر خدمة زوم كنت معي من أسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد حاتم الراوي كما أشكر ضيفي من أسطنبول أيضا كان معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معين نعيم شكرا لكم ضيفي الكريم